تحمل المرأة في روحها حب الفن والذوق ولذا يربطها فلاسفة الجمال بكل ما فيه هذه المعاني التي جعلتها إيقونة السحر رساء من كل مكان جمعهن حب العمل والأعمال اليدوية في هذا البازار تخرجت من سبع سنوات ولأن ما كنت عينها تجأت أن أفتحت مشروع خاص اللي هو الكتب الكتب هنا عندي مكتبة لافتات أشارك بيها بالبازارات ومهرجانات اللي الصير هي تساعد أيضاً نحن كشباب خريجين وأيضاً نساعد الجيل الحالي الجيل اللي يكون هذه الأجيال لازم تقرأ لازم تلتجئ للكتاب بدل ما تلتجئ لغير شيء خارجة أعدادية آني فصارت بين وبين أختي مناقشات أنه شن رأيته بهذه المهنة أنه نسويها فلكل اتفقوا لي أنا أقار ابنة وأمي وأبوها يعني أنا مود لأن هاي الشغلة أنه كل البنات تحبها وترغبوا لها ومستمر لمنتجات طبيعية للشعر والجسم فيعني حبوها البنات كلش وصار عندنا أقبال عليها المرأة وتمكينها واحدة من الخطط المهمة التي تعمل عليها الحكومة المركزية فضلاً عن الحكومات المحلية لفسح المجال أمام بعض النساء لإخراج مواهبهن في عالم الخياطة والأعمال اليدوية وغيرها المرأة العراقية تمتلك الكثير من المميزات وتمتلك كثير من الحيوية والنشاط على جميع الأصعدة هناك نساء متعلمات إمارساً دورهم في العمل السياسي أثبت قدرتهم وإمكانيتهم في بناء العراق ودعم العملية الديمقراطية في العراق وجزء آخر هو يتعلق أيضاً ضمن مسؤولية الدولة وهو تمكين المرأة بكل مفاصلها المتعلمة وغير المتعلمة الحرفية والخريجة كوبناتي نتشن أشياء كل شيء حلوة مثل الهاندميد الحجار الشموع مثلاً صناعة الأكسسوارات الطبخ عالم خاص بالنساء ولذا نجد بعضهن احترفناه كمهنة للاسترزاق والتفنن في إجادة طبخات مختلفة عربية وعالمية نحن نقدم مطبخ أنا وأختي وزوجة أخي اللي أخذتوها يعني مشاركة وهم بالبازارات النشاط إنه أكثر من البيج يعني عندي بيج بس ما يشتغل على البيج مثل ما يشتغل بالبازار أشتغل فبالبازار لا شغلة أحسن أتعرف على ناس أكثر يعني صير عندنا علاقات أكثر بالناس المرأة المبدعة لا يقف أمام إبداعها أي عائق فنجدها في أي فرصة سانحة تصنع لها عملاً فنياً تتقن فيه أنثتها التي تميزها نبرنام الصباح الخير يا عراق هند الجزائري النجف والأشرف